استمر وصول الحجاج السوريين إلى جدة بعد حصول معظمهم على التأشيرات من السفارات السعودية في الدول المجاورة أو عبر لجنة الحج في الائتلاف الوطني نتابع التقرير ونعود النقاش يطوفون ملبين بسم الله في أطهر بقاع الأرض حول الكعبة المشرفة وصلوها من أسقاع الدنيا رغبة في التقرب من الله وانتثالا لركنين من أركان الإسلام حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وهو السبيل الوعر في وجوه السوريين مثل غيره من الطرق لم يكن الأمر سهلا ولا هو في متناول اليد إلا أن ذاك لم يستطع الوقوف عائقا أمام نحو 12 ألف حج سوري حسب تقديرات أولية هؤلاء اتبعوا أساليب عديدة في الحصول على التأشيرات اللازمة منهم من التجأ إلى سفارات المملكة العربية السعودية في الدول المحيطة بسوريا ومنهم من استصدر تأشيرته عبر لجنة وسيطة كلجنة الحج الخاصة في الائتلاف الوطني اللجنة التي أوكلت إليها مهام تنظيم شؤون الحجاج السوريين وتعين مشرفين على إقامتهم وتنقلاتهم بعد أن حسمت وزارة الحج السعودية ومنذ العام الفائت أمرها في توكيل المهمة وحصرها بالائتلاف لبنان، الأردن، تركيا ومصر هي الدول التي احتوت على النسبة الأكبر من الحجاج السوريين المقيمين على أراضيها غادروا إلى مطار جدة حيث استقبلتهم المؤسسة الأهلية لمتطوفي البلاد العربية بالورود وبعض الهدايا الرمزية من كتيبات وإرشادات دينية أما السوريون في الداخل ومن المناطق المحررة جنوبا وشمالا فقد سمحت لهم الحكومة التركية بالعبور إلى أراضيها رغم إغلاق معابرها مع سوريا منذ شهور طويلة أيام وستصل بقية الوفود لأداء المناسك والطواف حول البيت العتيق وتوجيه الدعوات إلى الله علها تكون عتاقا من الظلم والطغيان ينضم إلي كل من سامر برقدار مدير الحج ونائب رئيس لجنة الحج العليا من مكة المكرمة عبر الهاتف وأحمد المسلم وهو حاج سوري أيضا من مكة المكرمة عبر الهاتف أهلا بكم أبدأ معك أستاذ برقدار بداية نود أن نعرف توضيح عن وضع السوريين في الحج هذا العام للأعداد كيف كان التعامل أين كانت مكاتبكم موزعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بلغ عدد الحجاج السوريين كما ذكر في التقليل 12 ألف حاج سوري قدموا من أربع دول من تركيا ومن الهدن ومن لبنان ومن مصر طبعا استدحت لجنة الحج العليا 11 مكتب لخدمة وتسجيل الحجاج السوريين في الحدود السورية والداخل السوري لمعبر باب الهوى وباب السلامة وفي تركيا في منطقة غازي عنتاب والريحانية واستنبول وفي بيروت وعمان والقاهرة هذا هو شكل عام كان تسجيل الحج السوري سجلوا من كل هذه البلاد واستحصلنا على التأشيرات من القنصليات السعودية في الدول الأربع المجاورة وتضي الله عز وجل وصل الحجاج إلى مكة المكرمة يتباعا بالنسبة للأوراق التي كانت مطلوبة حضرتكم نشرت فيديو عن توضيحي عن هذا الموضوع سنعرضه بعد قليل بس أريد أن أسأل عن فقط السوري التي يمتلك الأوراق السبوتية التي يحتاجها عادة بالتنقلات هو الذي يستطيع أن يذهب إلى الحج أو كان هناك تسهيلات التي لا يوجد أوراق أو لا يوجد جواز سفر نعم بالنسبة للأوراق الرسمية لا بد من جواز سفر السفر بين الدول يجب أن يكون ضمن عالميا ضمن جواز سفر فيأتي الحاج السوري بجواز سفره مستحر بقى معه صور شخصية وورقة تثبت المحرم هذه الورقة التي تثبت المحرم نأخذها بسبب القصف وغيره من الأعمال الإجرامية التي يقوم فيها النظام السوري في الشمال نأخذها من المحاكم الشرعية إثباتات القرابة بين الرجال والنساء حتى يتمكنوا من المجيء إلى الحج نعم هذه الأوراق نعم طيب طريقة التسجيل والتقديم هل كانت يعني كان فيه تعاون مع المملكة العربية السعودية بهذا الموضوع وكيف كانت شو التسهيلات اللي يقدموا لكم إياها نعم هو اتداءا نقول الله يزيعون خير الأخوة في المملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي يسلم الاتلاف الوطني قوة السورة والمعارضة السورية ملف الحج سحب من هذا الملف من النظام الظالم القاتل وسلم إلى مجموعة من المعارضة نسأل الله أن يجعل في يديها الخير طبعا المملكة العربية السعودية وجهت كل المؤسسات التابعة لوزارة الحج بالتيسير للسوريين هناك أمور لا بد من صعوبتها هذا حج انتظار طويل بسبب أعداد الحجاج وتكليس الحجاج هذا لا بد منه ولكن بشكل عام من تحصيل التأشيرات من وصولها إلى الأماكن السفار في الشمال السوري نستحصلها من الصنبول لتصل للشمال السوري هذا كل وقت وجود بعض التأشيرات اللي بتلاقي فيها إشكالية في مطار جدة فورا عم يعال جوة ويتصوا بالقنصريات البلاد بدول الجوار وعما يكون تصليح لهذه التأشيرات في المطار لحيث أنه يسر لهذا الحاج هذه التأشيرة بخطأ في اسمه أو بخطأ في صورته على التأشيرة فجدهم الله خيرا وشكر خاص لدول الجوار يعني وعلى رأسها تركيا قدمت لنا أكثر ما كنا نتوقع في خدمة حجاج بيت الله الحرام نعم رح نحكي أكثر أستاذ سامر عن الحجاج السوريين وتحديدا الموجودين بمناطق النظام كيف تم التعامل معهم خاصة بعدما أعلنت السعودية بأنه ما رح تتعامل مع النظام بهذا الموضوع ولكن نحن نتابع هذا الفيديو اللي قام مكتبكم بنشره فيه التوضيحات الكاملة عن الأوراق التي يحتاج السوريون للذهاب إلى الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال للحجاج السوريين وضمان راحتهم قدر المستطاع فتم افتتاح عدة مكاتب في كل من اسطنبول غازي عنتاب الريحانية مرسين القاهرة عمان بيروت وثلاث مكاتب في الداخل السوري في معبر ييلداغي ضمن المجلس المحلي لمدينة اللاذقية ومعبر باب الهوى ومعبر باب السلامة حيث يبدأ التسجيل في الثانية عشر من أيار لعام الفين وخمسة عشر الموافق للرابع والعشرين من رجب لعام ألف واربعمائة وستة وثلاثين وينتهي في الثامن والعشرين من حزيران الموافق للثاني عشر من رمضان فيتقدم الأخ الذي ينوي الحج لعام ألف واربعمائة وستة وثلاثين الموافق لعام الفين وخمسة عشر إلى أحد المكاتب مصطحبا معه صورة شخصية وجواز سفره بشرط أن يكون صالحا حتى الشهر الثالث العام الفين وستة عشر وإذا كان الحاج يصطحب أحد محارمه أو زوجته فيتوجب عليه تبيان صلة القربة بوثيقة رسمية يسدد الحاج رسم تسجيل وقدره خمسين دولارا يعطى الحاج وصلا ورقما تسلسليا إلى حين تاريخ تسديد المبلغ النهائي المعتمد ووضع التأشيرة على الجواز والذي سيعلن عنه عن طريق موقع اللجنة وصفحة الفيسبوك أما السوريون المقيمون في الدول التي لا يوجد فيها مكاتب للحاج يمكنهم التواصل مباشرة مع أمناء الأفواج المعتمدين لترتيب إرسال الأوراق المطلوبة لوضع التأشيرات أعود لي ضيوفي أستاذ سامر بالنسبة للسوريين الموجودين بمناطق النظام كيف كانوا عم يطلعوا على الحج نحن بشكل عام لجنة للحج كل إنسان سوري يحمل جواز السفر السوري يحط له التسجيل في أقرب مكتب من مكاتب المعتمدين لدى اللجنة فكانت أقرب مكتب معتمد للأهل السوريين هو مكتب بيروت بالإضافة إلى مكاتب الشمال السوري فمن أتى إلى مكتب بيروت أو الشمال السوري فسجل قبل تسجيله فورا ومنح تأشيرة الحج بفضل الله عز وجل هل لاحظتوا أنه في تخوف من هدول الناس خاصة لأعدي بمناطق النظام من أنه لما يرجعوا ممكن ياخد بحق أي إجراءات أنه طلعوا عن طريق الائتلاف على الحج؟ هو صراحة أختي الكريمة هذا حج هذا نسوك هذه شعيرة الله عز وجل يهدد من يقترب منها لا يستطيع أحد أن يقترب من أي إنسان يريد الحج إلى بيته هذا هو في أماني الله عز وجل جعل هذا البيت بيتا آمنا أي أمنوا من يأتي إلى هذا المكان فلا يستطيع أحد بإذن الله أن يقترب من هؤلاء رح أنت إلا أحمد مسأل من حاج سوريا أيضا من مكة المكرمة عبر الهاتف أهلا وسأل فيك أستاذ أحمد إذا بتحكي لي كيف وصلت على الحج هل طالع أنت من الدول المحيطة أو من سوريا وإذا كان من سوريا هل من المناطق المحررة أم من مناطق النظام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ولكل الإخوة الحجاج السوريين والمعسمين الذين أنزلوا العمر في الحرم الشريف في هذه الديار المفدسة البحثة السورية لله الحمد جميعها بخير إلى هذه اللحظة لا نلحظ أو نسمع عن أي إصابات أو أمراض لا تمح الله بين الحجاج السوريين بعد أن يتم بجولات عليهم أما أن خروجنا من الأراضي المحررة في برعة كان على ذهاب إلى المنطقة الأردنية الهاشمية ومنها تم التواصل مع مكتب الحج في عمان ومنها تم الاجتماع مع أمناء الأفواج ناك وتم تقديم الأوراق المطلوبة من المطاحات ومن تزيد الرسوم ومن ثم تم وضع الجوازات السفر في الكنسولية السعودية التي كانت متعاونة بشكل كبير جدا حتى أنهم بأقل من ظرف 24 ساعة كانوا آت جواز السفر يدخل إلى السفارة ويخرج عليه تأشيرة الحج ومنها انطلقنا إلى المطار بعد أن أعطانا الأفواج المواحيد الرسمية للسفر فذهبنا إلى المطار وكان هناك تعاون كبير من السلطات الأردنية بدخولنا إلى المطارات وتسهيل كبير طيب وبالنسبة للدخول للأردن نفسه حضرتك عبد قلعت من درعة كان هناك كثير من التعاون نعم حضرتك عبد قلعت من درعة على الأردن في تسهيل كان بالدخول هل كنت بحاجة لأبرز أوراق معينة بأنه أنت رايح على الحج كيف كان التعامل نحن كناشتين قدمنا قبل فترات للذهاب للأردن كانت الأردن تستقبل أو تخرج الناشتين أو القائلين على العمل في الأراضي المحررة وبعد أن دخلنا للأراضي المحررة طلبنا منهم وفألنا السلطات بأنه ننذهب للحج قالوا لنا أهلا وسهلا ولم يكن هناك أي عوائق في طريقنا نحن كناشتين أما الأهالي العاديين لم يسمح لنخرج أحد من الأراضي المحررة نعم شكرا أحمد المسلم حاج سوري من مكة المكرمة وأشكر سامر برقدار مدير الحج ونائب رئيس لجنة الحج العليا ونتمنى لجميع السوريين والمسلمين حجا مبرورا وسعيا مشكورا نذهب إلى فاصل شكرا